اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشوري أن العلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين والجمهورية التركية الشقيقة تمتاز بعمقها التاريخية المشهود وتطورها ونمائها المتواصل في مختلف المجالات اعرب معالي عن الاعتزاز والفخر بالحرس والاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين على ترسيخ الروابط وتعزيز ما يجمع بينهما من أواصل المحبة والاحترام وبما يترجم توجهات وتطلعات البلدين الشقيقين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخي فخامة رئيس الجمهورية التركية أشار معالي رئيس مجلس الشوري لأن مملكة البحرين والجمهورية التركية تحصدان النجاحات التنموية المشتركة والإنجازات الثنائية منذ أكثر من خمسة عقود مثمية على المستويات الرفيعة التي وصل إليها البلدان في التعاون والتنسيق المثمر جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها معالي رئيس مجلس الشوري معالي البروفيسور الدكتور نومان كورت الموش رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بالجمهورية التركية والوفد البرلماني المرافق له أشاد معالي بالمرتكزات والأسس الرصينة التي تقوم عليه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ومنوها بمذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة واللقاءات الثنائية والزيارات المتبادلة كما أكد معالي رئيس مجلس الشوري الحرص على الدفع بمزيد من تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية بين البلدين والعمل على توحيد الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية من جانبه عرب معالي رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بالجمهورية التركية عن فخره واعتزازه بزيارة مملكة البحرين في إطار السعي لتعزيز العلاقات والروابط الوثيقة بين الجمهورية التركية ومملكة البحرين حصوصا في المجال البرلماني أشهد معالي رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بمجالات التطور والازدهار التي تشهدها مملكة البحرين ومؤكدا أن العلاقات التركية البحرينية تزداد رسوخا ونماء بفضل الدعم والمساند والاهتمام من قيادتي البلدين